السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع طبعا اخوان اليوم لنا نحكي على موضوع الناس بتسأل ليش بكسوا بعض ذنين الكلاب وليش فيه كلاب ما بقصوا ذنيها مثل الجيرمن شابرد وكلب الملنوى وكلاب كثير اخرى ما بنقص ذنيها وما بصير ولو نقصد بتصير الكلاب يعني بتبرا غير ملعم للترباء مثل الراعي الالماني وشو السبب وحرام او مش حرام طبعا من ناحية حرام يعني حسب ما بقوله انه حرام قص دنين الكلاب وفيه ناس بقول لك انه مثلا في حال اذا كان اشي للضرورة مش حرام لكن الله اعلم انا ما بعرف انا بحكي اللي اللي بحكي لكم هي اللي بسمع لكن ما بقدر اكلكم اه او لا اما اللي معروف انه من ناحية حرام يعني حرام ففيه كلاب مثل الراعي الكوكازي الراعي الكوكازي الراعي القوقازي مثلا بقصه دنيا يجب قص دنيا السبب انه الذنين الكلاب هي منطقة حساسة جدا ولما الكلاب بتتقاتل مع بعض بيكون احد الكلاب بمسك الدان الاخر اذا مسكوا من دانه يعتبر سيطر عليه ومنها بعمله ضرر فادح بالدان وبصير عنده التهاب والكلب اللي منعد من دانه بصير يخاف بيبطل مثلا اذا كانوا يستخدم للحراسة الغنم بيبطل يحرص الغنم بصير كلب يخاف بسبب العضة اللي اتلقاها بدانه لانها منطقة حساسة جدا يعني مرة اللي هي عند الكالبويكة لما هاجم عن خنزير ومسكوا من دانه اجت المسكة من الدان قدر يسيطر على الخنزير فقط لانه كانت المسكة من الدان الدان تعتبر من المناطق الحساسة عند الراسة فرعات الاغنم في مناطق نحكي برا روسيا او البربو عندهم مثلا مزارع بربو كلاب لحراسة المزارع من الذئاب او الكلاب الضالة بيقوموا بقص اول شغلة دنين كلب الكفقازي في حال صار هجوم ممكن انه مثلا الكلب او الذئب اذا عضل كلب من دانه بسهولة يسيطر عليه لكن اذا ما كان في مكان لعرضة الدان بامكان الكلب انه يقاتل بسهولة وما يتعرض انه يتسيطر عليه لانه الدان زي ما قلت لكم منطقة حساسة جدا بتسيطر على الكلب بسهولة برضو كلب الراعي الاسياتي اللي هو برضو حارس الاغنم بربو لحراسة الاغنم بقصه دنين وكلب الكنجال الحراسة ايضا بقصه دنين علاج الزائمين علاج الزائمين حكيت من ناحية يجوز ما يجوز لذكال الحراسة انا ما بعرفش يا اخوان ولا بتحكي الموضوع بإنكانكم تسألوا ناس يعني بفهموا بالشغلات هاي بالفتاوي أما هي أنا بحكي لكم أنه السبب ليش بقصوها أكتر إشي على أساس أنه الحراسة وما يتعرض الكلب في حال هجوم كلاب ضالة على رعوة خرفان أو إشي أنه يتسيطر على الكلب من دانو الكلب إذا نعرض من دانو زي ما قلت لكم بيصير عنده مشكلة والتهاب في منطقة حساسة بالأذن تنزل على الراس على الدماغ الكلب بعدين بيصير خاف بيبطل يهاجم ويقاتل زي أول للحراسة لأنه يجوز تربية الكلب لحراسة الأغنام لحراسة المصانع لحراسة المزارع يعني هاي معروفة شغلة طبعيا كلب ربنا خلقه وإله يعني فوائده لستعمله لعدة شغلات لكل شي بيستعمله حراسة صيد يجتمل السلاح يجتمل المخدرات في كثير للكلاب فوائد في التربية هذا هو السبب اللي بكصه دنين الكلاب اللي للحراسة أما باقي أنواع الكلاب موضوع الكلاب الثانية مثل الدبرمان بكصه دنبه وبكصه دنيه الدبرمان بكصه دنبه وبكصه دنيه للمنظر إذا كان الدبرمان مش مكصوصات دنيه أو دنبه بكون منظره ومش جميل زي لما يكون مكصوص لكن هو بكصوه للمنظر الرط مثلا ما بكصوه دنبه هذا متعرف بكل العالم لأنه بكصوه بس ديله للمنظر كثير كلاب بكصوها للمنظر كلاب مثلا البتبل بكصوه دنين للمنظر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة